اهلا بكم الى موجز لاهم الانباء جرح فلسطينيون خلال اقتحام مستوطنين باحات المسجد الاقصى المبارك فجر اليوم بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي وقالت مصادر اعلامية ان عملية الاقتحام جاءت بعد مهاجمة قوات الاحتلال الاسرائيلية المعتكفين في باحات المسجد والاعتداء عليهم بالضرب واعتقال اخرين داخل الحرم القدسي وامام باب الاصباط مشيرة الى استخدام الاحتلال قنابل الصوت لتفريق مرابطين ومنعهم من تأدية الصلاة في المقابل افاد الهلال الاحمر في القدس المحتلة باصابة خمسة مستوطنين بعد استهداف حافلاتهم دخلت العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا يومها الثالثة والخمسين وسط احتدام المعارك بين الطرفين حيث اعلن المتحدث باسم الدفاع الروسي عن اسقاط طائرة شحن عسكرية اوكرانية في اوديسا كانت في طريقها لإيصال اسلحة الى اوكرانيا كما اكدت وزارة الدفاع تدميرها مصنعا للمدرعات في كييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى وورشات لصيانة معدات عسكرية في ميكولايف جنوب اوكرانيا وحققت تقدما في اقليم دونياسك بينما اكدت كييف تكبيد الجيش الروسي خسائر كبيرة قالت الشرطة الامريكية ان 12 شخص اصيبوا خلال عملية اطلاق نار داخل مجمع تجاري بمدينة كولومبيا حالة اثنين منهم خطيرة كما كشفت عن احتجاز ثلاثة اشخاص مشتبه فيهم كانوا يحوزون اسلحة نارية داخل المركز التجاري ورجح قائد شرطة كولومبيا ان يكون هذا العمل المسلح ناجما عن صراع بين مجموعة من الافراد المسلحين الذين يعرفون بعضهم البعض بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبد الحميد دبيبا بطرابلوس مع السفير التونسي لدى ليبيا سبلات تكثيف التنسيق الامني بين البلدين ودور السفارة التونسية في تنظيم عدد من الاجتماعات الفنية بين الاجهزة الامنية بين البلدين وقال مكتب الاعلام لرئيس حكومة الوحدة الليبية انه تم الاتفاق على عقد لقاء بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي لتنظيم حركة المنافذ والمعابر الحدودية بين البلدين تظهر آلاف الفرنسيين في عدد من المدن الفرنسية ضد مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة ماري لوبان وذلك قبل ثمانية أيام من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وبحسب مصادر إعلامية فإن معارضين لليمين المتطرف نظموا احتجاجات لقطع الطريق على مرشحته عبر تشكيل جبهة موحدة لمنعها من الفوز في الدورة الثانية على غريمها الرئيس المنتهية ولايته امانويل ماكرون هذا وحذرت الشرطة من احتمال وقوع حوادثة مع تجمع المتظاهرين في نحو ثلاثين مدينة ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في جنوب افريقيا إلى أربع مائة بسبب العواصف المميتة التي صاحبت الأمطار الغزيرة التي اشتاحت البلاد في الأيام الأخيرة ووصف رئيس البلاد الوضع بالكارثة التي لم تشهدها البلاد من قبل وضربت الفيضانات الساحل الشرقي لجنوب افريقيا قبل نحو أسبوع وسقط معظم الضحايا في مدينة ديربان المطلة على المحيط الهندي وفي محيطها ختم الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة